تحرك سعودي في مجلس الأمن الدولي والسبب سوريا رسالة سلمتها البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن هذا الشهر ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمة فيتاري تشوركن تتعلق بالملف السوري والأوضاع العسكرية والإنسانية في حلب الرسالة تبنتها 61 دولة مع السعودية وتضمنت مطالبة كافة الأطراف بالالتزام بالقوانين الدولية ووقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين واحترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتوفير الحماية الفورية والكاملة للمدنيين مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في حلب وجميع مناطق سوريا بما فيها المناطق المحاصرة والعمل على التحقيق بشأن جرائم مرتكبة في سوريا سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية كما أشارت الرسالة إلى أهمية إحياء اتفاق وقف الأعمال العدائية مؤكدة بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة سوى الحل التفاوضي المبني على بيان جينيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويأتي هذا التحرك بعد أن فشل مجلس الأمن السبت الماضي في إصدار قرار بشأن الصراع في سوريا حيث استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لإبطال مشروع قرار فرنسي يطالب بوقف القتال والغارات الجوية على حلب وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين كما رفض المجلس في الجلسة نفسها مشروع قرار روسي متعلق بحلب ملوك الشيخ العربية